اهلا بكم مشاهدينا الكرام فنانة قديمة حديثة تشعر وكأنها أحد أفراد الأسرة تنوعت أدوارها دائما تلقائية أمام الشاشة وبعيد عن الشاشة من أبرز فنانات التسعينيات كلنا حبناها يمكن كانت بداياتها بداية مختلفة مع فرامج الأطفال مع غنوة وحدوتة وقبلة فضيلة شفناها كتير جدا في أدوار مختلفة عن بعضها البعض شفناها شفاعة في فارس وبني خيبان الدكتورة أمر في ليالي الحلمية فاتن في الإرهابي فاردوس في البخيل وأنا مع الفنان القدير وحش الشاشة فريد شوقي وأخيرا ولاء في دماء على الأسفلت مع عاطف الطيب حقيقي يعني فعلا رحلة كبيرة جدا لفنانة عظيمة النهاردة يسعدنا في أول انطلاقة لبرنامج مصر كل يوم أن يكون معنا ضفتنا اللي مشرفونا دايما الفنانة الجميلة صاحبة الوجه البريئة الفنانة حنان شاوية أهلا بحضرتك أهلا وسهلا يا راني أهلا بيكي أهلا بيكي أهلا بيكي وكل المشاهدين الحقيقة يعني إحنا طبعا سعيدين يعني بصراحة كلنا سعادة إن حضرتك من ورانا النهاردة في أولى حلقات الانطلاقة الجديدة لبرنامج مصر كل يوم ألف مبروك يا حبيب طبعا نبتدي مع البدايات البدايات دايما هي اللي بتصنع النجاحات في أي وقت وفي أي مكان طبعا بداية الفنانة الجميلة حنان الشوئي أكيد كانت بداية مختلفة طفلة صغيرة لم تتجاوز العشرة إبرد إنها تكسب قلوب ناس كتير جدا من خلال برامج الأطفال مع أيضا المذيعة القديرة قبلة فضيلة في غنوة محدوتة وتتوالى 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 البرامج وتتوالى النجاحات ولكن خلينا نبدأ مع البداية إزاي كانت بدايتي؟ يحكينا أكتر طبعا أنا عايز أقولك على حاجة أنا ما كانش في دماغي خالص إن أنا أبقى فنانة أو ممثلة أو أنا كانت أمنياتي طول حياتي وإن أنا أطلع دكتورة أطفال دكتورة أطفال؟ ومحددة دكتورة أطفال لأن الطفل ما بيقدرش يقول قال حتى دي واجعيني فأنا كنت عاملة كده أنا في المدرسة يعني ببقى مشتركة في جميع الأنشاط جميل كان في مدرستي فيه نشاط المزيكة اللي هو إحنا أهملنا المزيكة دلوقتي وأهملنا النشاطات اللي هي بتفرغ مواهب في المدارس كنت في فريق الكرال وكنا بنمضح في سيدنا النبي وكنا بنغني ونقول توشيح دينية وكنت في فريق الجنباز الجنباز وكنت في فريق كان أنشطة رياضية كمان إشفنية بس وكنت في فريق فريق الإلقاء وكنت في النشاط المدرسي اللي هو اللي هو بنقول نشرة الأخبار في التبور الإداءة المدرسية والحاجات الإداءة المدرسية يعني في ابتدائي وإعدادي وسنوي أنا كنت في كل المجالات دي في المدرسة الواضح أن حضرتك كنت بتحب الكاميرا بدليل يعني مشاركتك في الإداءة المدرسية وبرضو في الحب الأنشطة وكنت شطرة شطرة جدا لما أخدتني قبل فضيلة مدرس المزيكة كانت عاملة مسابقة وروحنا يعني نقتني أخدتني أنا وكذا صديقة لي وأنا اللي كملت معها الحكاية بالنسبة لي إلى الآن هواية هواية بس يعني بالرغم من جميع الأعمال العظيمة اللي حضرتك عملتها حضرتك اشتركت مع كبار وعمالقة الفن عايزة أقولك أنا إلى الآن جوايا حتة إن أنا هواية ما نيش صنايعية ما نيش اللي هو أروح عشان أخد حاجة وإنما أنا بحب الفن لأن بحب الفن لأن الفن شيء راقي جدا طبعا جدا طبعا الفن بيغير سلوك البني آدم بيغير روحه بيغير ممكن مشهد طبعا في فيلم يغير حياتك يغير حياته هقولك بابقى نزلة واسمع أغنية النجاة وابقى متضايقة ألاقي مودي تغير تماما أبقى بسمع عبد الحليم الله أتلاقيني بحب على نفسي مكلسون اللي هو الفن شيء راقي جدا بيأثر ولو الفن ما بيغيرش في روحك ولا في نفسك اعتبري أن دا مش فن اعتبريه في أي حاجة تاني لازم تحسي بيدخل جواك طبعا طبعا يعني أنا مثلا قبلت بيسموه شيخ المصورين الحج وحيد فريد في بداية حياتي خالص وأنا عندي 15 سنة فأعدت أتكلم معاه هو حبني كنت بعمل صهرة وبطولتي وكان اللي كاتبها محسن زيد الله يرحمه الله يرحمه وأخدت جايزة عليها من الكويت لقيته هو مدير التصوير فلاقيته قاعدت ديني عرفة الوصايا العشرة في ودني كده وبعدين قاعدت سألته على عبد الحليم قال لي كان كتلة صدق طلع على المسرح عبد الحليم حافظ آه يعني اللي وصل لنا حقيقة طبعا عبد الحليم كان صادق جدا زاكي رستم كان صادق جدا حمد فوزي الناس اللي احنا تربينا عليها وإحنا بنتفرج على اليوم المفتوح طبعا يعني الزمن الجميل آه طبعا طبعا ويجيب فيلم مثلا العبد الحليم أو فيلم أنا تلاقيني قدامي تلفزيون متصمرة طيب إذا حبينا نتنقل لمرحلة مهمة جدا في حياة الفنانة الجميلة حنان شوية مصرحية فرس وبناء خيادانة جدايتي مصرح مصرح وأقوى نوع من المصرح المصرح الكوميدي ومع مين سامير غانم سامير غانم لا يضاهي فنان على المصر بمعنى سامير غانم ملوش رمود ملوش كتالوج ملوش ملكة تلقائي بيحترم فنه إلى أبعد الحدود فطري فيه جاهز فيه ما بيموتش فيه ليه صورة ليها خيال عندك تعلمتي إيه من سامير غانم تعلمتي منه حاجات كتير تعلمتي منه قبل ما خش المعهد الارتجال تعلمتي منه حب المصرح واحترام المصرح سامير غانم كان ييجي قبل السطارة بساعتين بساعتين يقعد يسمع مزيكا كأنه بيقابل هيقابل حبيبته يقعد في قط الوحده يسمع مزيكا ويعمل ميك اوب بتاعه ويقعد عايش لحد رفع السطارة أنا تعلمت منه ده استحالت لقيني أنا قبل المصرح بساعتين في القوضة عندي ده شيء جميل جدا بفتح المصرح طيب لو حبينا نقارن بين معايير الفن في الزمان أو في الأيام السابقة وبين دلوقتي أكيد في اختلاف معايير اختيار الفنانين نتكلم أكتر عن الموضوع ده الفن ملوش معايير الفن هو الفن ملوش زمان ولا مكان الفنان ما هوش موضة الفنان فنان في أي وقت طيب حبيبتك شايفة فنانين دلوقتي إزاي يعني إيه اللي اختلف بين الفن الزمان وفن دلوقتي ما فيش حاجة اسمها فن الزمان وفن دلوقتي أنا مثلت مع الفنانين العظماء بتوع زمان اللي هما أيام الفن الجميل زي ما بيقولوا أستاذنا فريد شاوي لقيت بني آدم بيحب فنه طبعا بني آدم بييجي في معاهده بني آدم بيحترم المخرج بني آدم بيحترم الكاتب بني آدم بيحترم الفنان الصغير قبل الكبير بني آدم بتاخده وتدي معاه دل فن ما هوش منفس ما هوش شايفك كويسة في أصلها دورها ده طبعا ما هوش عملك وردة على جاكتته وملكيش معنى في العمل طبعا لا 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 دول فنانين لما يلاقوك حلوة يزودوك جميل طبعا يعني فنانين عظماء يعني أكيد جميع الممثلين يعني أكيد تعلموا منهم في فترة تعتبر من الفترات يعني الجميلة في تاريخ السينما والمصرح والدراما أيضا المصرية أيها أستأذنك هنطلع لفاصل صغير هنشوف تقرير مهم جدا عن مسيرة الفنانة الجميلة حنان شوقي ونرجع تاني انتظرونا موسيقى 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 نانا جميلة جدا جدا فعلا نجمة من نجوم التسانيات هنتكلم عن مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة ليالي الحلمية التسانيات دي تحس ان هي كان فيها توهج طبعا توهج فني توهج مصرحي توهج سينما توهج دراما كان فيها كان التسعينات كلها من بدايتها لحد الألفنات حد أعتقد 2005 كان فيه حالة توهج حالة إبداع مشعة فعلا كانت مزمعة من المسلسلات رجعة في السينما وفي الدراما وعلى المسرح يعني مثلا كنت تيجي اسكندرية تلاقي كورنيش اسكندرية احنا عادة المسرح نعمل أول عروض في الصيف في اسكندرية فتلاقي مثلا مسرح اسماعين ياسين وشاريهان ومسرح العبد ومسرح كذا مسرح على الكورنيش فيهم روايات وروايات وفنانين كبار فتحسي بزخم ازاي كانت تفاعل المشاهدين بتحسي بالتنمير جامد جدا في اسكندرية وبعدين نتبارى في الإرادات واني مسرحية حلوة واني مسرحية بتتكلم حلم وموضوحها كويس يعني انا ما نساش استاذ سامير خفاجة ده منتج كبير جدا يعني ده منتج المتحدين مرة لقيته عندي في بيرام التونسي وانا بعمل مسرحية كنت انا وماما سهير البابلي وبابا سيد عبد الكريم كانت بعد الحلمية على طول بعد رليل الحلمية ومصرح قرش كومبلي فجاي شوف ايه السلاسي اللي عملت ضجة على اسكندري احمد زاكي جيت فرج عليها في رواية حضرات ابو تذكري فعلا اسماء فعلا عماليقة الحياة كان فيه كان فيه وانا صغيرة انا تربيت على دين الاسادزة الكبار اللي كانوا بيحترموا فنهم وكانوا لزاز وزراف وبني قدمين حلوة ايه موضوع بني قدمين وصدق تحت بني قدمين دي مليون خط بيتعاملوا بشياكة بيتعاملوا برقية بيتعاملوا بحب الزملة بجد طيب مسلسل ليالي الحلمية حضرتك شاركت فيه معك وكما من افضل طبعا عماليقة الفن والتمثيل يحيى الفخراني صافية العمري مندوح عبدالعليم سهير المتشدي يعني بصراحة يعني ده على سبيل المثال طبعا مين اللي رشح حضرتك تحديدا لدور الدكتورة أمر أسامة أنور وعكاشة أسامة أنور وعكاشة أزاي والأستاذ اسمعين عبدالحافظ اتفرّبوا علي في مسلسل اسمه السقية تدور الدكتورة أمر معانا على الهوى دلوقتي اللي هو اتفرّبوا علي في مسلسل اسمه السقية تدور فرحوا بمديني الاسكريبت وقالولي اختاري اقري أمر وفات ده فاتن ده فيلم الإرهابي لا في شخصية فاتن فاتن خلال حلمية فأنا وقلنا انتي عجبك أنهي في الدورين تمام فقريت حسيت أن أمر ده رشقت في قلبي فرحت أول بروفا قلت له قال لي يا بنوتا ايه اللي عاجبك قلت له بصراحة أمر سماحي فرحوا مبصين لبعد أه ورسامة أنور عوكاش الله يرحمه والأستاذ سماعين عبدالحافظة لأنهما كانوا حطيني في أمر أمر فهما بيشوفوني أنا إحساسي إيه فطلع الإحساس سلاسي فعلا طيب قدرت إزاي أو الفنانة الجميلة حنان شاوي قدرت إزاي أنها يعني تحاولي أنها توزن بين الشخصيتين يعني شخصية الدكتورة أمر في العيلة الحلمية من حي شعبي من حي الحلمية طبعا ليه شخصية فاتن فيه أو شخصية شخصية متحررة فاتن في الإرهابي شخصية متحررة كانت خارجة الجامعة الأمريكية وبالرغم من كده طبعا كانت مهذبة يعني يمكن الشخصيات مختلفة إلى حد كبير إزاي قدرت أن أنت فعلا تنتقل بين الشخصيتين أعتقد كانوا في التزامن مع العيلة الحلمية يعني الدور أعتقد أقن في أيام لأن الحلمية كان خمس أجزاء فكانت سنة من سنوات الحلمية طبعا كانوا بيدربوكي هنا على الهوى ليه عشان حد كان عكسني في الشارع ولا قلت حاجة عادات الأحياء الشعبية الجميلة هي دي مصر فعلا هو كان الإرهابي فاتم في الإرهابي كان بيراهن علي في الدور دوة الأستاذ عاد الإمام عاد الإمام يعني الأستاذ عاد الإمام هو اللي مختارني لدور فاتم في الإرهابي أعتقد أنا كنت قريت كمان أن الأستاذ عاد الإمام شاف دورك في دماء على الأسفل تمام عاطف الطيب وبناء عليه فعلا هو رشحك لدور فاتم في الإرهابي احكينا بقى يعني مشوارك مع الفنان الزعيم الجميل عاد الإمام أه طبعا بصي فيه فنانين تحبي تقى في قصدهم ولو حتى تعملي مشهد يعني زي الأستاذ عاد الإمام زي الأستاذ أحمد زاكي آه طبعا يعني أنا ما بنساش للأستاذ أحمد زاكي أنه هو يجي يتفرج عليها في رواية وفي مشهد راح قايم في وسط الجمهور وقاعد يسقف لي حاجة عندي كبيرة جدا حدواء حاجة عندي كبيرة جدا وعظيمة جدا إلى الآن علموني أعمل ده أنا بعمل كده دلوقتي يعني ما بروح أتفرج على عرض أو بتفرج على مسلسل وأنا معرفش الممثل دوت أو ما معيش نمرته أعد أدور عليها وأكلمه وأقوله أنت كنت حل أنت كنت جميل فعلا إحساس جميل بين الزملة وبين الفنانين صدق الإخلاص يعني معاني جميلة جدا جدا الفن أصلي مش هعرف أمثل لوحدي الفن أنا باخد منك وأنت تديني لو معرفتش أخد منك هتديلك إزاي صح الفن الأول ورق كتابة حلوة طيب شوف الشخصية دي بخفتيش من الشخصية دي آه دي فاتن في الإنهاب آه طبعا يعني فتاة متحررة في ليجة الجامعة الأمريكية بصي ده في الفترة دي تحديدا كمان فاتن آه فاتن من الشخصيات المركبة اللي هو أنت ماشية على عارفها الحبل بتاع السيرك أي لإما تمثيلك لو أوفر شوية آه تبقى ريكلام ولو زاد من ناحية دي تبقى اللي هي شخصية أنا كنت عاوزة أقول في الشخصية دي فاتن آه أم هم كانوا عاملين فاتن آه إن هي آه مش معنى إن أنا لابسة علموضة مش معنى إن أنا متحررة مش معنى إن أنا بعمل إعلانات مش معنى إن أنا آه آه بكلم بحرية ببيتي إن أنا بقى قللت الأدم لكن الشخصية دي في حد ذاتها في التوقيت ده إن هو ما تبصوش للبني أدم بمظهره آه لكن الشخصية دي كانت تحديدا شخصية مختلفة في التوقيت ده تحديدا آه طبعا يمكن دلوقتي فيه سوشيال ميديا فيه وسائل التواصل الاجتماعي فيه إلى حد ما مجتمع يعني فاتن أزهرت الإرهابيين هم طلعت جوه ما في نفسهم هل تعرضت الإنتقادات من خلال الشخصية دي؟ آه لا كنت هموت أيامها إزاي؟ آه جالي اللي كنت محطوطة في لستة اللي اللي هيتقتله معقولة؟ أيوة آه كنت محطوطة في لستة اللي هيتقتله اللي هيتقتله يا طبعا طبعا الحمد لله ربنا سطر أنا عموما أنا ما بقلقش من الحكاية دي تلاقينا أنا ببقى وثقة من شغلي ويمكن الإرهابي إلى الآن لما بيتزعب يبقى هو وتلعو زي ما إحنا قايلين في آه طبعا طبعا وزي ما الكاتب آي اللي نين رملي في نقدر نقول إنه هو فعلا كان يعني فيلم فعلا سابق لزمانه أو سابق ليه فعلا بعد نظر وقدر فعلا السينما كانت سابقة 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 الزمن في الكيف في دماء على الأسفلت في البحر بيضحك ليل أستاذ محمود عبدالعزيز ما أنا كنت في الفيلم لأ السينما كانت سابقة الفيلم الكيف قال اللي إحنا عايشينه دلوقتي اللي ما اشتغلش مع عاطف الطيب يعني فاته كتير لا 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 دي كلمتك المشهورة آه طبعا فاته كتير هقولك على حاجة لسه مش عارفة مبارح أو آه مبارح أو أول مبارح بتفرد على فيلم لشارو خان فيلم حلو قوي فحسيت فجأة لقيتني بفتكر عاطف الطيب لقيت المخرج آخر الفيلم شبهه عارفة من المخرجين إنه كان شبه بابا صلاح أبو سيف بابا صلاح أبو سيف آه طبعا عجبني جدا يعني بابا صلاح أبو سيف ماما تحية كاريوك طبعا ماما تحية كنت دايما بيتناديها هي اللي قلت لك كده هي اللي قلت لك كده آه أنا عملت معا فيلم واحد حسيت إنها أمي ماما تحية إيه اللي لمستي يعني إيه اللي انت شفتي مختلف بتحية فنانة قديرة فنانة كبيرة بني قدمة بني قدمة من أول مشهد شفته معاها تقولولك ست بمليون راجل لأ دي بتلاتة مليون راجل لأ آآ فنانة بجد آآ بتحب فنها آآ و آآ و فنانة ليها حاجات خيرة ما بتقولهاش في العلني طيب آآ في نقطة مهمة جدا يمكن آآ يعني كان حضراتك ما بيهميكيش حجم الدور آآ يعني تمام مشاهد في المواطن مصري آآ طبعا طبعا ولكن فعلا كان بور عظيم و كبير و عدت عايت المشهد كانت سبقى فيه آآ المشهد اللي هو كان بييجي المصري و أبوه بيقوله ده ابنك و عدت أكاد أبوه إيد الأستاذ صلاح أبو صيف صلاح أبو صيف قوله ما ينفعش ما ينفعش يا نادي ما تبقاش في المشهد فراح قيل لي جملة واحدة قال لي هنادي هي دي رمز مصر رمز مصر لو كانت وقفت كتا تقول ده المصري الله وهو ده اللي خلاني رحت مسحة دموعي و ما تكلمتش و وسكت بس كانت كنت هموت أبقى في المشهد ده إزاي المخرج صلاح أبو صيف أثر فيك يبقى في الواطن مصري كان بيقول لي أنت المفروض تبقى في زمني أنا مش في الزمن ده تبقى في الزمن بتاعي كان شايفك يمكن حلقة وصل فعلاً بين الماضي وبن الحاضر يعني أنا بقى في دخلت فروح بابا صلاح أبو صيف فروح الأستاذ عاطف الطيب يعني أنا ما بقولك مبارح قد تقول اللي فهموني كفنانة وحبتهم والفنان لما بيبقى فيه طلاقي أرواح ما بعدها بتلاقيهم بيبدعوا يعني عاطف الطيب و احمد زكي تلاقيهم هما اللي اتنين روحوا واحدة وهم كمان بشيري ديك تلاقيهم نسيج واحد فتلاقيهم بيقدموا أعمال عبقرية طب بمناسبة النجم فتلاقيهم بيقدموا ضد الحكومة طبعاً فبيتلاقيهم بيقدموا مش عارفة إيه ايه رأيك في النجم الكبير اللي قدامنا على الشاشة؟ الفنان الكبير عيزة العليلي ده في المواطن مصري الله يرحمك أنا صعب علي ده عاش الدور كما أنزل أنا كنت بشوف كما أنزل عايش دور أبو المصري لأ أمر ياخد عليه جايزة أسكر كان اسمه الحج عبد الموجود أعتقد الحج عبد الموجود أه يعني اللي كان ملبسني اللبس ده بالإشارب ده بالدفيرة دي بابا صلاحة وصيف بابا صلاحة وصيف يقسم الكدر باللبس الفنان بلونه بلون اللبس بالحلق بالإشارب يعني الكدر ده كان مرسوم في ورق بابا صلاحة وصيف فينفذ الكدر زي ما هو مكتوب بالزبط واللي كان كده برده الأستاذ العبقاري المحترم الأمر نور الشريف الإنسان عاطف الطيب عاطف الطيب والبرنس بقى نادر جلال اللي أنا كنت محظوظة أن أتعامل معه سينما وفيديو واللي اتنين أخدت فيهم جايزة الفنان العالمي عمر الشريف آه آه حبيبي يعني إزاي كانت العلاقة بينك وبين الفنان العالمي عمر الشريف بالرغم أن يمكن ما جامعتكيش بيه ما شاهد في الفيلم ده آه مشهد واحد مشهد واحد بس كانت العلاقة إزاي نحكينا أكتر عن الكواليس آه لا عمر الشريف آه من صدقه لازم تبقي لزقة فيه من حبه لشغله لازم تحبيه من أدميته لازم تعشقيه وأنا أساسا من وأنا عيلة صغيرة وكلنا ما من حد محبش عمر الشريف رجدي أبازة الله أحمد رمزي عبد الحليم آه 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 حتى وهو كان كبير كان فارس أحلام البنات الصغيرين والكبار الصحبية اللي كانت مبيني وما بين عمر الشريف هي أن أنا قلت له رأي على فيلم لي كان هو بيتعمل وكان وحش قوي وهم عمليين بيقولوله يا أستاذ والحاجات أنت عارفة الناس اللي بتطبل دي فبيسألني بيقولي يا بنوتا وانت يا حنان معجب كيش فيلم قلت له رأيش قوي أنت عملته ليه بالرغم من أنه جان فعلا العالمي فنان الفنان الكبير عمر الشريف ولكن هو فعلا صدقنا أنه هو فلاح مصري أصيل في المشهد ده آه ده أنا لا أنسى يوم دخلة أنا كان لازم أدخل للبلاتو أسلم عليه الأول كانت القوضة بتاعته أول قوضة أسلم عليه وكان دايما يقولي أقفيلي وراء الكاميرا أقفيلي وراء الكاميرا آه عشان يشوفوا التعبيرات وشك بالضبط بالضبط من أول صراحة ما بينه لما سألني السؤال بتاع الفيلم اللي هو ما كانش عاجبه وقال لي أنا عملته عشان الفلوس وهو كان صادق جدا معايا فدخلت فبيقولولي ما تدخليش يا أنيسة حنان وبقول له ليه قالولي يا أسر الأستاذ عمر الشريف كان بيعايت يعايت مين اللي دايقه مين اللي عمله عرفت أنت عارفها كان بيعايت ليه عشان صلاح بابا صلاح ابو صيف ما بيدلوش ملحوظات آه ما بيدلوش ملحوظات على أنه أساس نواة فنان كبيرة آه لا ازاي لا هو مش عاوز كده آه وهو جاي من بره كان بقاله سنين بره مصر و جاي بيعمل دور فلاحي هو ما جربوش قبل كده غير في في اللي هو الفيلم النيل اللي هو صراع في النيل أعتقد بس ما كانش فلاحي ده كان الطالب الجميعي اللي هو بابا بيشتغل في أرض الزراعية فقعد يعايت عشان بابا صلاح ابو صيف ما كانش بيدلو ملحوظات فبقيت أنا بلتم يعني هو كان شايف الفنانة حنان شوئي أنها مريتو يعني شايفك أن انت مريتو انعكاس اللي هيشوف إذا كان المشاهد فعلا هتقبل دوره في تفلاح مصري أو لا لا كان فيه ثقة فيه اللي هو حنان صريحة مش هتكذب علي ما هو بيحسه طيب لو حبينا نتكلم عن فيلم يتحب يتقب كتير من النقاد قالوا أن الفيلم ده كان بداية الكوميديا أصف كل فيلم يعمل إرادات عالية جدا ويبقى موضوعه حلو الموضوع ده كان حقيقي على فكرة موضوع الفيلم يتحب يتقب وكان أول كتابات يوسف معاطي الفيلم حالة طبيعية جدا لطالبة وحب الطالب قالوا 14 سنة في الجامعة ومش عاوز يخرج لأنه هو بيعمل بيزنس في الجامعة أنا رحت جامعة أسوت مرة كنت في لجنة تحكيم المصر حينك وقابلني شاب قال لي أنا شخصية الأستاذ فاروق الفشاوفية تحب يتقب قلت له إيه؟ قلت له إيه؟ قال لي أيوة الشخصية اللي أنتو عاملينها والفيلم اللي أنتو عاملينه ده حقيقي أنا وإلى الآن في الجامعة ومش عايزة أخرج لأن كل شغلي بقي تكسب من الجامعة الحال قاعدة معاك بصراحة قاعدة شيقة جدا جدا مش عايزة هتخلص لكن قبل منهي الحلقة رسالة جايلك برسالة من جمهورك أنت فين؟ وحشتين حقيقي أنا كمان هم بيوحشوني بس عشان هم في ما بيني وما بينهم ثقة وصدق ما بعرفش أعمل أي حاجة أطلع على الشاشة ليهم بخاف من جملة الناس تقول لي في الشارع ليه عملت الدور ده مدام حنان ليه دي ممكن أموت فيها وإنتي بتتكلم دلوقتي؟ إنما كلمة وحشتينة أبقى أنا أبقى أنا ماشية صح أيرو وهو دلوقتي بصي أنا شخصية رزقي بحب الحاجة اللي بتيجي منه وربنا هو اللي مديني الموهبة دي أيها فربنا هو الكفيل بي يا بي هنشوفك قريب في حاجات يا كريم إن شاء الله جديدة هاتش عارف يا كريم أنا موجودة فعلاً وحشتينة وحقيقي حقيقي يعني أنا عايزة أقول لك إن مخرج معايا دلوقتي بيقول لي إن فعلاً في الكنترول جت جي كم غير طبيعي من المكلمات طفين يا مخرج المكلمات ولكن المكلمات في رسائل في رسائل كتير جداً على صفحة البرنامج الحقيقة يا حياتي عليهم هما كمان وحشتوني وحشتوني يعني قد إيه مش قادر أوصف لك حب الناس وصعدتهم أحلى حاجة اليوتيوب دلوقتي يكتب أي حد أنا بلاقي في ناس بتتفرج على الناس في كفر عسكر في يومين على اليوتيوب ادخلي على اليوتيوب هتلاقي مشاهدات مسلسل كفر عسكر معدية ملايين الملايين فده في حد ذاته نجاح لي عموماً بشكرك في الهاية اللقاء الحياة كنت ضيفة جميلة جداً جداً معنا وبشكرك أنت كنت معنا في أول انطلاقة لبرنامج مصر كل يوم قد إيه أنا سعيدة والقناة كلها سعيدة وأتمنى أنك تكوني معنا دايماً في حلقات جاية تنورينا دايماً إن شاء الله إن شاء الله شكراً 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 جزيلة مشاهدين الكرام الحقيقة المهاردة فعلاً قد إيه كنا سعاداء بهذه الانطلاقة ومعاكم النهاردة حاولنا على قد ما نقدر إن إحنا نقدم فقرات متنوعة وأخبار كتير متميزة نكون معاكم لحظة بلحظة شكراً جزيلة لفريق القناة سواء أمام الكاميرات أو خلف الكاميرات فريق الإعداد فريق الإخراج الحقيقة إحنا قد إيه كم السعادة اللي إحنا بنشعر بها النهاردة بكم ومعاكم ودايماً نكون عند حص نظنكم وإن شاء الله نحوز على إعجابكم استنونا إن شاء الله من الحد للأربع من الساعة السابعة التسعة كل يوم استنونا وهتفضل مصر دايماً هي أرض الطيبين محفوظة اليوم الدين في مصر كل يوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة